انا بقولك مفيش عدالة في الكرة في مصر لو في عدالة في الكرة لأ الموضوع يروح بالنسبة للزمالك في حتة بعيدة قوي حق العدالة لناد الزمالك ودور على اي حفرقة تاخد اي مركز بعيدة عن الزمالك ده خلاصة الكلام هتقول لي ما الداو ما الافريقيا لا انا هرد عليك برد الاهلاوي انما لازم ان انا هرد برد الغائب يعني النهاردة الناس الاهلاوية لما بتقول الكلام ده او في جمهور كتير بيقولك كلام ده انت اللي عندك المشاكل انت اللي بتسمح لأي حد ان هو يتدخل في شؤونك وانه هو يمشي مجالس اداراته وانه هو يحل مجالس اداراته وانه يعين لجن معينة المشاكل بتبدأ من عندك طيب حلو حلو قوي ردودي عليها على الكلام ده هو السنة اللي فاتت ولا قابليها مين بطل الدورة؟ الزمالك الرعاية بتاعتها قدي الرعاية بتاعتها اقلب كتير من الاهلي ازاي اقول لك ردود لان ده دورك اعلامي الردود ان انت مش مساعد البراندز او العلامات التجارية او الشركات انها تتشجع انها تخش تستثمر معاك وانها تحط اسمها معاك بسبب الخروج عن النص اللي موجود وبسبب بعض الالفاظ اللي بتتقال على قناة النادي اللي هي النافذة الرسمية الاعلامية الرسمية للنادي فانا اتكلمت على فكرة مع المسؤولين في المتحدة وهم كلهم اصدقاء اعزائي وانا بقولك ان دي ردودهم وانا عايزك بردو تقول لي انا سعيد جدا بالحوار اللي ما بيني وما بينك ده لانا انا بطرح عليهم الكلام اللي انت بتقوله بس انا هنا بردلك ومهم من الجمهور مصر كله طيب ماشي الردود ان انت عندك ماشي 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 مقبول ماشي مقبول وموافق عليه طيب هل ينفع احسن عيب في مصر ما تعملوش اعلان مم منطقة اللي هو عزيزه مثلا هل ينفع احسن باكليفت في افريقيا ما تعملوش اعلان فتوح ده كابتن علي ماهر اللي زوجة اللي فات بقولك حسين السيدة عصن من فتوح ده وجهة نظر احترمها وقدرها ماشي انا وجهة نظري ان فتوح حصل باكليفت في افريقيا ده وجهة نظري مش احجر على رأي كابتن علي ماهر ولا حد يحجر على رأيي ده رأيي ده وجهة نظري الشخصية فتوح احسن باكليفت في افريقيا مش في مصر هل عندك تخوف أن فتوح يمشي من الزمالة؟ لأ عشان أكلمته وكان لتناقشت معاه بوضوح وهو الأولاد متمسك جدا وأنا عارف حجم المجهودات أنا مش بكلم دلوقتي ميدو المزيع بكلم ميدو إلا أنا عارف حاجات بتحصل جوه النادي أنا عارف أن أنت مش مأثر في الحتة دي خالص جوه النادي يعني بتحاول أن أنت تكتهد على قد ما تقدر أن أنت تصلح الأمور جوه النادي وتحاول أن أنت بس أتمنى أتمنى منك في الفترة الجاية أن الدوسة تبقى مع فتوح لأن هو اللي على العين قوي 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 والكلام مش طرتشت الكلام مش مش بس هو طبيعي يا كابتن طارق أنت النهاردة عندك عقد خلي بالك أنا عايز أقولك الحقيقة يعني أنا هرجع لك قصة الأعنات والرعاية لأنها مهمة لك أكلمك على فتوح أنت النهاردة وصلت للعيب أنه دخل في آخر سنة في عقده فأنت خدت مخطرة خدت مخطرة على نفسك ما ينفعش أن أنت توصل لآخر سنة مهما حصل بالذات للعيبة المهمة في الفرقة يا بصي النادي الأهل النهاردة والجمهور لازم يفهم سياسة التعاقدات بتبقى عاملة إزاي النادي الأهل النهاردة عرض على محمد شريف أنه هو يجدد برقم هو مش راضي بيه أول عرض جاله شكرا ما ينفعش بقى الجمهور يزعل ما ينفعش أن أنا نهاردة خطر أن أنا لعيب النهاردة مش عايز يجددلي أن أنا يقعد معايا لغاية ما يمشي في ريه صح أو لا المشكلة الأساسية أن أنت تحطيت في الموقف ده أن اللي عيب نقصته سنة ولازم نادي الزمالك يتعلم أن ما تدخلش العيب مهمة عندك أبداً في آخر سنة لازم قابليها بسنتين بذات لما كل عيب صغر في السنة هي دي بقى السياسة السياسة للمفروض يتخذها نادي الزمالك الفترة طبعاً لأن سياسة نادي الزمالك الفترة اللي فاتت غلط في غلط كلام قولاً وحداً في حاجاتك أبتن نيدو لازم الناس تبقى فاهمها أنا أنا وما فيش لعيبة أكبر من نادي لا طبعاً بس في لعيب مهمة عند النادي طبعاً عشان الناس برضو تبقى فاهمة كلام في نوعية لعيبة ما ينفعشي ما ينفعشي هسيبها لأخي اللي أحصل صعبة تعوضة غيرها يعني يعني لأنك مش هتعرف المواهب مش أحسن حاجة منك تجيب لعيب بالكوالتي وبالإمكانيات وبالروح وبالقلب بتاع فتوح مش هتلاقيه قليل قليل وفتوح ده يعني معلش متربي في النادي من هو عنده خمش عارة سنة وده ابني من أبنائي طبعاً وممكن أنت فترة من الفترات اشتغلت في قطاع الناشئين وأول ما شفته وأول ما شفته قلت لأ قلت لعب ساعة ونصف ملعب الله يناور عليك يعني لعب أكتر من مركز بلعب أفليفتو بلعب دفندر بلعب أفليفتو فإزاي إزاي نتزة مالك لحد دلوقتي ما يخلص عشان كده بقولك أنت من ضمن من ضمن ودي برميها عليك عشان أنت شلت مسئولة مش بتاعتك بس غصبة عنها لازم يخلص اللي من دول لازم ولو عايزني ساعد فيها ساعد لأنه قال علي أن أنا حضرت قاعدة مع فتوح الأسبوع ده في بيت المسشار مرتدر اتقال في السوشيال ميديا وفي الحلام وتسألت عليه والكلام ده ما حصلش انت معدتش معاه كلمته في التليفون كلمته في التليفون بس اتعزز أنه يعني لا هو شاري شاري جدا جدا وقال لك أبتن طار أنا مش عنديش مشكلة أنه نمضي للنادي دلوقتي مشكلة الوحيدة حاجة واحدة بس وإنت عارف وأنا عارف المساحات القديمة أنا عندي معلومة مثلا في كلام انبارح كان فيه قاعدة في النادي ومسؤولين النادي ما أنا قلت في الانترو أنا والله ما اسمعني لا زيزو والده يعني بس هزي موضوع زيزو يعني ان شاء الله ما عندهش معنده هو برضو هاخد بالك أبتن ميدو عشان الناس تبقى فاهمة برضو عشان نرجع للحتة بتاعت بتاعت الرعاية والإعلانات والكلام ده كله واحد زي زيزو كان عنده السنة اللي فاتت شارت جزائي اثنين مليون دولار وأنا عندي معلومة عندي معلومة أنه كان عنده عرضين واحد من فرنسا واحد من قطر والعرض القطري كان بخمسة مليون دولار هو اختار ان هو يعود على فكرة بس هو ده بقى يعني ايه يعني الكلام عشان بس الناس اللي بترغي بتقولك السنة زيزو مش عارف ايه الصراح فين كان عنده شارط اثنين مليون لو كان عايز يمشي كمشي وسهل جدا اللي اثنين مليون ده كده اللي عنده عروض بيه وهو كان عنده مرتب أعلى بكتير الله ينور عليك فالموضوع عشان الناس برضو بتسأل في الحتة دي كتير واحنا هنا كويس ان احنا بنتكلم على علاقة الشخصية باللعيب وانت راجل موجود في النادي صبح وليل